اشتركوا في القناة تبدأ في 29 من الشهر الجاري وتنتهي في 28 من شهر أغسطس لعام 2019 ويبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 3.14% وقعت جمعية مصارف البحرين مذكرة تفاهم مع جمعية الصم البحرينية بهدف إطلاق قاموس موحد للمصطلحات المصرفية بلغة الإشارة وبما يسهم في تعميم وتوحيد المصطلحات المصرفية الخاصة بفئة الصم وتمكينهم من التعامل مع البنوق بوضوح ويسر وسهولة وقال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم إن هذه المبادرة الجديدة من جمعية مصارف البحرين تأتي بتوجيههم من مصرف البحرين المركزي وذلك في إطار الحرص على تمكين عملاء البنوق من ذوي الإحتياجات الخاصة ومن بينهم فئة الصم من النفاذ إلى كافة الخدمات المصرفية والمالية التي تقدمها البنوق وشركات التمويل أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 77.5 نقاط في مايو لينزل بنسبة 8.5% عن مستوى الشهر السابق مسجلا أدنى قراءة له منذ أكتوبر وفي وقت سابق أعلنت كالت فيتش للتأمين الإهتماني أن تركيا لن تستطيع تحقيق المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي في العامين 2018-2019 بسبب تأثير الاقتصاد الضعيف على الإيرادات تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي لكنه ارتفع أمام الأملات الرئيسية الأخرى خلال آخر التعاملات في ظل استمرار إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية وأثرت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي على الأسواق العالمية في ظل تداولات خفيفة على خلفية إغلاق كافة الأسواق المالية في الولايات المتحدة مع توقف بورصات العقود الآجلة للسلع والمعادن إضافة لمتابعة التطورات التجارية عن كثب تسير شركة فيسبوك في طريق العملات الافتراضية حيث إنها ستقوم بمحاولة لإطلاق عملة رقمية مستقرة مرتبطة بالدولار وفقا لرؤية تحليلية نشرتها صحيفة فينانشل تايمز ويتوقع الخبراء أن يشجع هذا النوع من الشبكات قاعدة مستخدم فيسبوك الكبيرة لقضاء وقت إضافي وإنفاق مزيد من الأموال في المنصة وفي حال نجاحها فإن عملة فيسبوك قد لا تكون مقبولة فقط في المدفوعات والتحويلات داخل أمبراطورية فيسبوك ولكن أيضا يمكن تداولها في محافظة استثمارية رقمية واستخدامها في المتاجر واستبدالها بالعملات التقليدية